بيحبوكوا بجد أهلا بيكم مشاهدينا في برنامج لقاء النجوم برنامج النهاردة والأول مرة بيستضيف اتنين من الفنانين علشان ينقضوا بعض بمنتهى الصراحة معنا النهاردة باكابوزة أو كنبلة الشاشة الصغيرة وفكهة السينما المصرية معايا ومعاياكم محا أحمد نحييها ومعايا كمان النجم أدوارد النوارين معانا النهاردة جدا وليلي بقى إيجابيات وسلبيات أدوارد أسمع ليش أسانا كل ما أشوف أدوارد كنت بحبيه قوي أنا بحبه جدا 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 ولما اشتغلت معاه في الفيلم عايز أقولك يعني أنا كنت مستمتعة قوي قوي لأنه طيب فوق الواقع ملتزم جدا 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 بس هو إدوارد عنده مشكلة أو يمكن استفيد يعني أنا طبعا إنت أخويا طبعا يا إدوارد فا إنت أقول لي ما قلت لك على فكرة ليه يا مهد؟ عشان يستفيد على فكرة هو حيستفيد من كم اللي هتقولي يا جماعة مش هيحة تفيده أكتر كده أما تقوله النقل صح ويا لأ إنتي حتفيدي تفضلي أنت مالك عنقة جدا ليه؟ إنت هقول لي حاجة واشة وبي لا خالص بس يا إدوار ماتزعلش بس أنا هقولي الصراحة ماشي ماتزهن الثقيل اللي إلي لا يعني أنا إلا إنتي عايزة أنا أقول رأيي بصراحة أه طبعاً إله يفيده يا مهه إله يفيده وأنا متقبل أي حاجة من أنه ما أقوله على فكرة يا نهاري سويت بصي هو إدوارت على المستوى الإنساني حد فظيحة ملوش حل يعني على مستوى الالتزام في الموعيد وفي التصوير بجد قدوة يعني بجد يعني حد جامد قوي يعني مرسيحة طيب أقولك على حاجة ادي له ضهرك ما أكتر من كده حقا من عكده طيب إيه اللي بيضايق فيه يعني إيه اللي بيضايق فيه بجد بصي هو إدوارد عمل مشاكل لنفسه كتير قوي كل الناس عمل مشاكل لنفسه من نوع ناس كتير قوي في الوسط بيولوي بيولوي